أعلنت وزارة الداخلية مد فترة المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأطحى المبارك لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60% يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين كما قررت وزارة الداخلية توفير السلع بتخفيضات كبيرة بمنافذ أمان التبع لوزارة الداخلية حتى نهاية العام الحالي منذ إطلاق وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية فإن قطار المبادرة لم يتوقف وعلى مدار سنوات ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالنجاح الذي حققته في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة بخاصة في المناسبات والأعياد وأصبح المواطنون يثقون في تخفيضاتها وفي سلعها الأسعار نزلت كويس جدا عملت معنا فرق هي فرقت معنا بطير بالنسبة لأسعار برا وصمات جوة 50% و60% دينا كويسة والجميلة والأسعار جميلة أسعار مناسبة للجميع أنا جاي مخصوص هنا في أمان عشان خاطر مقدرة كلنا واحد كلنا واحد وأسرة واحدة وربنا يخلص فيها أشكر رئيس إنه هو يعني ريحنا ومش مخلين عايزين أي حاجة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر فقد وفرت احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60% تلك المرحلة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك ومع نجاحها وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم مد فترة المبادرة للمرة الثانية لتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك المبادرة في مرحلتها الثانية والعشرين يشارك فيها قرابة ألف فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية تتوافر فيها كافة أنواع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60% إضافة إلى المنافذ والسرادقات بالشوارع الرئيسية والميادين وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنون من الوصول إليها وكذلك وفرت الوزارة قوافل من السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا والتي لا تتوافر فيها السلاسل التجارية كما تقرر استمرار منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين بمنافذها السابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الحالي زيادة كبيرة في حجم السلع المعروضة في إطار المبادرة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة في التخفيضات وإقبال كبير من المواطنين على توفير احتياجاتهم من كافة أنواع السلع منذ انطلاق المرحلة الثانية والعشرين من المبادرة في الخامس عشر من شهر مارس الماضي ومع مدها تتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات في شراء احتياجاتهم المختلفة وفرة كبيرة من كافة أنواع السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة توفرها مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثانية والعشرين برعاية رئيس الجمهورية وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية عبدالله بركات التلفزيون المصري